السلام عليكم أصدقائي أنا الزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع واليوم معاي هاتف اقتصادي متميز من شركة تيكنو اسمه تيكنو بوفا ستة برو الشركة حاولت تجيب كل المواصفات اللي هيك الغريبة اللي حتشعرك انه هذا الجهاز فعليا مش زي الجهاز السابق او الاجهزة المنافسة بالسوق وحططوا هذا الجهاز ففي كثير ميزات اعتقد رح تعجبكم وبالنسبة للفئة السعرية اللي هو فيها وإيش بيقدم خدمات وميزات اعتقد انه حيكون مناسب لكثير من الناس ركزوا معي لو سمحتو كالعادي انا ببلش بالتصميم اول ما تشوف الجهاز حتشوف تصميم صارخ هيك بقولك تطلع علي حيكون الوان جاذبة حتكون حركات زوايا اشياء ممكن بتكونش بتعود عليها يعني مش اشي تصميم عادي لا لما بتطلع على الجهاز بالذات من الخلف في اشي صارخ بحكي لك اتفرج علي فالتصميم يمكن بعض الناس ما يعجبهم بس انا بعتقد انه حيجي انتباه الكثير من الناس بالحركات بالالوانه الغريبة بالسطوع وبالانار الموجودة هون في 216 ميني LED لايت موجودين في هاي المنطقة رح تقدر تعملهم كاستمايزيشن لتسع حلات من الكاستمايزيشن يعني موجود هذا بالسوفتوير وسهل التعامل معاه حيكون جميل يعني وانت مثلا تشتغل بالجهاز كان محطوط على الطاولة حيطلع نقطوفيكيشن معين انت حاطها هاي مثلا السوشال ميديا او لما يجيك تليفون حيطاط اعطيك النارة معينة لما يجي هذا التليفون او عندي الشحن وما الا ذلك تسع خيارات ممتازة فانت فعليا بتتحكم بهاي النارة بتصمم الاشي اللي بدك اياه وبصير عندك يعني تجربة مختلفة انه مش بس والله انت اجاك تليفون بس عندك الرنج او الرن التليفون عندك الرن التليفون مع حركات فهاي الشغل بصراحة مميز الشغل الثاني مميز بالنسبة للتصميم انه نحيف حتقول لي طب ما كتير جزء نحيفه يعني هذا نحافته 7.88% مليمتر نوعا ما نعم نحيف لكن لما بتعرف انه حاطين جوا هذا الجهاز بطارية 6000 ميلي امبير يعني حجمها كبير فعالاغلب لازي يكون سماكته اكبر من هيك ومع ذلك تزبطت محهم انه نحيف وبطارية كبيرة حتقول لي طب هيك رح يخرب بالالعاب رح يكون الاداء سيئة رح يحكي عن الموضوع ان شاء الله وزنه 195 غرام يدعم معيار الابي 53 بصراحة تصميم مختلف لجهاز اقتصادي هذا برأيي ايضا لازم اضيف انه فيه الهيدفون جاك الفتحة الـ 3.5 وهذا اشي دائما مرغوب فيه من الامام عنا شاشة حوافها قليلة جدا ايضا رح تشوف انه بيصير فيه عندك زي جزيرة تطلع فيها بعض الاشعارات لما متشحن مثلا رح نشوفها ان شاء الله مع شاشة من الاعلى بشكل عام التصميم غير اعتقد انه متميز بهاي الفئة السعرية الشاشة هي ااموليد 6.78% انش فل اتش دي بلس بتردد 120 هرتز الشاشة سليسة جدا لهاتف بهاي الفئة السعرية اعتقد انه من الهواتف السليسة بس مش بس هيك السطوع 1300 نتس سطوع ممتاز جدا برا في الشمس داخل المكتب في البيت السطوع هيكون ممتاز جدا وعنده شهادة من تيو في لاند لموضوع اللون الازرق وحماية العين فذلك رح يعطيك تجربة على الاقل مريحة للعين وبالنسبة لموضوع الوميض وتخفيض الفلكر الوميض الشاشة بتدعم بي دابل يو ام 2160 هرتز هذا الرقم بالعادة منشوفه في اجهزة عليا فهذا رح يساعدك انه التجربة تكون تبعدك خفيفة على العين طيب انسى الارقام كلها بالاستخدام العام نعم بالاستخدام العام ما واجهت مشاكل بزوايا النظر بالسطوع بالالوان اي مشاكل ما واجهتها بالعكس متابعة محتوى كانت جميلة التلعب جيمز برضو كانت جميلة على هذا الجهاز بهيك شاشة الاداء يملك هذا الهاتف معالج الديامنسيتي 6080 الذي بنيه بمعمارية 6 نانو متر يمكن هذا مش اقوى معالج في الفئة المتوسطة والفئة الاقتصادية نعم ولكن عملوا اشياء كثير عشان يخلوا تجربة الالعاب على هيك هاتف ممتازة من ضمن الشغلات اللي عملوها انه حاولوا يحلوا موضوع الحرارة وعملوا طريقة للتبريد بحيث انه حرارة الجهاز مات علي لانه كل ما علية حرارة الجهاز وبشكل قوي الاداء رح ينزل 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 لحتى ما يصير الاداء مش كويس ففعليا عاملين عاشر طبقات عشان يكون التبريد ممتاز ومساحة الفي سي اللي هو الفيبر تشامبر الغرف اللي بتبدد الحرارة المساحة كبيرة معمولة على الجهاز بحيث يتم تبديد اكبر قدر من الحرارة اثناء اللعب بالذات لذلك انا اجربت العاب اللي هي أسفلت ناين تلعب بسلاسة حرارة كان في حرارة بس مش حرارة اثرت على الاداء بالمرة مجرد انه جهاز نحيف مع بطارية كبيرة واداء يكون بالطريقة هاي صراحة يعني هذا شيء يحترم اعتقد انه مش راح تكون الحرارة هون مشكلة اثناء اللعب وهون في الجهاز هذا تم ضبط وضوع الجيرسكوب بحيث وانت بتلعب جيمز الاحتزازات بتكون واقعية وحقيقية ففعليا بتحسي التجربة مختلفة شوية بتضيف انه كمان الجهاز بيدعم دولبي اتمس الصوت هيكون ممتاز وبالنسبة للساعات التخزينية حتكون 250 جيجا ومعانا بيسيكلي 12 جيجا بايت رام 12 جيجا بصيره 24 جيجا هذا اشي كويس خلينا احكي شوي على النظام الهاي او اس اللي مبني على اندرويد 14 النظام هذا عليه تحديثات وعليه كستمايزيزيشن كثيرة انا ما بقولك انه هو بالنسبة للمفضل انتو عارفين شو المفضل لدي انا بحب البيسيك اندرويد خام بحب شكله نعم ولكن كل شركة بتحب يكون لها بصمتها فبتحط واجهتها الخاصة فهذا بيرجع لذوقك الشخص انت عاجبك شكل ايقونات ولا لا ولكن من ناحية اداء سلاسة من ناحية انه في تخصيصات كثيرة اللي هي كستمايزيشن نعم موجودة في عنا كمان دعم للذكاء الاصطناعي بطرقة كبيرة بحيث حتشوف الذكاء الاصطناعي في السيرتش الاي اي سيرتش حتشوف عنا مساعد ذكي اسمه ممكن تستخدمه للترانسليشن يعني في عندك حركات كثيرة بهذا النظام لطيفة لكن الاشي اللي ما اقدرش اجاوب عنه بالضبط موضوع التحديثات اتمنى يكون عندنا قدرة من الشركة للتحديثات ثلاث سنوات واربع سنوات هاي النقطة بصراحة بتهمني كثير اعتقد بتهم الناس الكاميرات الكاميرا الاساسية 108 ميجا بيكسل جربتها التصوير الفوتوغرافي صراحة كان الاداء عجبني انا بالعادة بركسش على الكاميرات ولكن رح تاخد بالانارة الكويسة صور حلوة الكاميرا الامامية هتاخد برضو عزل ممتاز اعتقد انه تجربة التصوير مع هذا الجهاز مع اني حاسه متوجه هو للالعاب مش للكاميرات ولكن رح تاخد كاميرا اداءها بالانارة الكويسة صورة حلوة ففي عنا 108 ميجا بيكسل خلفية وفي عنا 32 ميجا بيكسل كاميرا امامية ممكن تستفيد منهم بس اختار الزاوية الصح كالعادة هاي نصيحة اساسية ومهمة لانه الزاوية الصح معناها اناارة صح معناها رح تاخد صورة صح طبعا الكاميرا نفسها كسوفتوير حاطين حركات كثيرة وهذا اشيء برضو كويس عندك فلاترز عندك حركات بنفس السوفتوير الكاميرا ممكن تتسلى وانت بتستخدم هاي الكاميرا موضوع مش بس تصوير ممكن تستفيد من الفلاتر اللي موجودة مع الجهاز منظم الشغلات اللي ممكن تستغربة بهذا الجهاز بدعم الريموت كنترول الـ IR هذا ممكن اول جهاز من تكنو بدعم هذا الخاصية فممكن تتحكم مكيف تلفزيون اشياء كثيرة ممكن تتحكم فيها من تليفونك كريموت كنترول طب الروح على البطارية نعم البطارية متميزة جدا بهذا الجهاز البطارية تدوم وتدوم وتدوم 6000 ميلا أمبير فعليا ادائها كان رائع جدا وحاطين برضو ميزات بهذا الموضوع بتعلق بالشحن الشحن باي ذا وي الشحن 70 واط من صفر ل 50% 20 دقيقة ومن صفر ل 100% اقل من ساعة 50 دقيقة وهذا أرقام صراحة كثير حلوة الحلو كمان حاطين software للشحن بحيث انك تشحن بذكاء تشحن بطريقة hyper تشحن بطريقة إذا حرارة كثير باردة سالب 20 انتوا عارفين هذا بسبب مشاكل للبطارية وللشحن رح يقدر يشحن بقدراته حتى بحرارة باردة فعندك للشحن كثير خيارات حتى كمان ممكن تلعب game وممنوع بالعادة تلعب game وتشحن وانت بتلعب games كل اشي رح ينزل هنا بتقدر تفعل خاصية bypass charge وتلعب games من غير ما يتأثر الأداء ففي حركات كثير حلوة بالسوفتوير ركز عليها واستخدمها ووضوع البطارية كمان الشركة بتقول انه رح تستمر عمرها على الأقل 6 سنوات 1600 سايكل دورة الشحن هذا رقم كويس انه بالعادة الجهاز اذا صمد معنا ثلاث سنوات بكون ممتاز جدا البصمة ممتازة وسريعة ودقيقة حتى لو كان اصبعك مبلول هذا الهاتف سعره في الأردن 199 دينار لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا بايو ترام يعني ما يعادل 300 دولار ايش رأيك بهيك هاتف اكتب لي بالتعليقات يعطيكو الف عافية بشكو في فيديو قادم الى اللقاء